يحب يحوش وراجل يعني إيه مشايزهم البخيل بس الراجل يعني إيه حازر شوية زيادة يعني خانق مراته وعياله شوية ده 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 المرات يتفرج علينا فرحان ويقولك لك ده نحوات غاوته مبقى وبصو تعالوا وبصو دكتور رافض بيقول يلا بقى إيه الشهرين اللي جايين دول مفيش خروج برا البيت خالص تقوله إيه لأ ما احنا قلنا احنا مش هنلغي هو فيه حاجة مهمة جدا الترفيه والريلاكسيشن النفسي ده مطلوب جدا فبدل ما نعمله ثلاث مرات في الشهر نعمله وراء لكن كون أنا الغي خالص؟ لا لأن أنا في الآخر لو دخلت في مرحلة الكورتزول اللي هو الهرمون المسؤول عن الضغط النفسي علي أنا مش عارف أشتغل فلو معرفتش أشتغل في الآخر يبقى لأنا وفرت وده وصلت فيه للزير لا إحنا بنتكلم على الاعتدال بعدين عندي بدايل يعني مش لازم أروح لسه كنت أقولك بدايل حلوة يعني الواحد ممكن ينبسط يوم عايزة أنبسط أن يأخرج وروح مطعم ويوم تاني هنبسط أن أنا قاعدة في البالكونة مع أولادي وحضرنا أكل بسيط وعاديين نتحك ونهزر ونفكر في ألعاب نقعد نعملها ما كنتش هنالف نعملها لو إحنا بره في المطعم أنا عايز أقول لحضرتك اللي عايزة بتقوليه ده نفسيا صح إن هو الأشخاص ربما بيكونوا أحيانا أكتر أهمية من المكان يعني أنا مش لازم كل مرة أروح كافية أو مطعم أنا ممكن أروح مثلا عند حد قريبي هو يجي يعني فكرة التواصل بين الناس دي أحد النقاط الأساسية اللي بتعمل نوع من التخفيف للتوتر النفسي